احتدم الخلاف بين عضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود قدمت ألمانيا وبلجيكا والكويت مشروعا يشمل ثلاثة معابر ولمدة عام فسقط بالفيتو الروس الصيني المزدوج ردت روسيا بمشروع قرار بتمديد لستة أشهر عبر المعبرين التركيين فقط ولم ينال التسعة أصوات اللازمة قدمت روسيا مشروع قرار محكوما بالفشل لأنها فضلت مشاهدة الشعب السوري يجوع على خذلان بشار الأسد فردت روسيا باتهام الدول الغربية بتسييس المساعدات وبأنها هي تساعد من دون تمييز كيف ستفسرون للمراسلين معارضتكم لمشروع القرار الروسي الذي يتيح استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين عبر الحدود الموقف السوري جاء منتقدا للمعالجات الإنسانية الأجنبية وشدد على ضرورة الانتقال إلى حلول حقيقية بدعم التنمية الاقتصادية في سوريا وبجعل دمشق المركز الرئيسي للمساعدات فقمة النفاق السياسي والأخلاقي أن يأتي البعض إلى المجلس ليتحدث عن أزمة إنسانية في سوريا بينما يمارس بحق السوريين سياسات العقاب والحصار والعدوان والاحتلال العسكري لم يرى المبعوث الدولي جير بيدرسون فائدة من الدعوة إلى عقد اجتماع ثالث للجنة الدستورية وفضل المعالجات بأسلوب المبادرات المتبادلة خطوة مقابل خطوة كان مستغربا من مشروع القرار الغربي أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الضائقة الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الشعب السوري بنتيجة الحصار المفرض عليه من دول غربية بعينها كما أنه لم يتطرق أيضا إلى نهب الثروات النفطية السورية على يد عضو دائم في مجلس المدولي جهارا نهارا نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين